الحفاظ على اللغة العربية يجب المحافظة على كل اللهجات العربية لأن نموذج اللغة العربية الحالي التعليمي الأكاديمي هو عبارة عن هيكل ميت للغة العربية هيكل عظمي للغة العربية مجرد هيكل عظمي أعطيكم مثال وأوضح مقصدي ما نتعلمه الآن من اللغة العربية في المدارس هو أقل من واحد بالمئة من اللغة العربية اللغة العربية بحر حتى بخار هذا البحر عندنا يعني منه سنتي مكعب بس من هالبخار ولا شيء أعطيكم مثال من الروضة ليل جامعة إلى حياتك الوظيفية كلها لو تكتب هذه الكريمات الخمسة مثلا لو تكتب كلمة زين يقولك غلط ما يصير غير عربية لو تكتب كلمة شين يقولك غلط ما يصير ما هي عربية لو تكتب مثلا يتطنس هذا مثال فكاهي يقولك غلط ما يصير كلمة غير عربية لو تكتب كلمة يدوس يقولك غلط ما يصير هذه ما هي لغة عربية لو تكتب كلمة تحقى بالقاف بالقاف تمام يقول غلط ما يصير هذه ما هي لغة عربية رغم أن هذه كلها لغة عربية فصيحة والعرب يستخدمونها من مئات السنين وحتى ما قبل الأسلام كلها والرسول صلى الله عليه وسلم ذاكر في الحديث زين وشين ذيناتوا بذاكروا بزين وشين بس لو تكتب كلمة زين وشين من الروضة ليل جامعة إلى حياتك الوظيفية برمتها وفي الصحف ما حد يعني يعتبر أن هذه فصحة ينفيها يطردها من نموذج اللغة العربية المعاصرة ليش؟ لأن اللي حصل عندنا فجوة ثقافية مهولة ما بين عصر العصر الذهبي للحضارة العربية والإسلامية وعصرنا الحالي هذه الهوة العظيمة ما بين الحضارة العربية والإسلامية وزمننا المعاصر اقتلعت أكثر من 9% من اللغة العربية حرمنا فأنت تجد الكلمات العربية الفصيحة مباثرة في كل الدول العربية فتجد الكويتيين عندهم كلمات عربية فصيحة ما يستخدمونها الآخرين وتجد عند المغاربة كلمات عربية فصيحة ما يستخدمونها الآخرين والسعوديين واليمنين وهل المجرة كأن معجب اللغة العربية طبعا ليس هذا معجب اللغة العربية كأن معجب اللغة العربية مزق توراقة وبعثرت وتبعثرت في كل أرجاء الوطن العربي فلما تحافظ على اللهجات أنت تنقذ اللغة العربية لأن اللهجة العربية فرع من شجرة اللغة العربية التي أنا أرى أنها الآن أصبحت أصغر حتى من البتلة ولا حول ولا قوتل